مشاهدين قد يأتي في بعض محطات الأخبار أن مسلحين سيطروا على منطقة ما على الأرض السورية ثم يبرد الخبر لعدة أيام لتعيد الحديث عنه مرة أخرى عن ذات المنطقة على أن الحالة فيها صار مساويا بسبب ما تسميه مرسات الجيش العربي السوري هناك متناسية أنها تحدثت عن ذات المكان سابقا عن سيطرة مسلحين عليه ومتجاهلة واجب استنتاج أن الوضع أضحى في تلك المنطقة كذلك بعد دخول الإرهاب إليها لا بسبب آخر عادة ما تظهر الدولة السورية على بعض محطات الأخبار العربية بأنها دولة يمتلئ تاريخها بمواقف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقتله في مخيماته داخل سوريا وعادة ما تظهر الدول مالكة تلك المحطات بأنها هي التي أمضت تاريخا طويلا في الدفاع عن الفلسطينيين وقضيتهم في العودة وبأنها هي التي قاطعت الكيانة الإسرائيلية ولم تعترف به فيما الدولة السورية كانت تضحك على الرأي العام على أي حال؟ في الثلاثين من نيسان 2013 تحدثت محطة إخبارية عربية عن تمكن المعارضة المسلحة من السيطرة الكاملة على مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين بحلب أما في حلب فقد استمرت الاجتباكات بين مقاتلية الجيش الحر وقوات النظام حيث سيطرت المعارضة المسلحة على مخيم حندرات في ذات الوقت كانت إحدى قنوات ذات الشبكة المتخصصة بالنقل المباشر تقدم خبرا آخر عن تمكن ما سمته الجيش الحر من احتجاز ما قالت إنهم خمسون شبيحا موالون للنظام الله أكبر الجيش الحر يقر مخيم حندرات بالكامل ويعين السطر على هذا المخيم ويقبض على العشرات الشبيحة الله أكبر الجيش الحر يقبض على العشرات الشبيحة الله أكبر على أي من محطات ذات الشبكة الإخبارية القطرية لم يرى متابع عربي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يتبين أنه فلسطيني من لهجته وقد كان يهدد بقطع رؤوس نحو خمسين شخصا في حلب بحجة أنهم موالون للدولة السورية خانت زيرك مربوطين عندنا هيتم في المسجنين عندنا خمسة وخمسين حقيقة تم أسرهم من مشفى الكندي ومن بإذن الله هذول دبح الراس بعيد عن الجسد إن شاء الله متر وهذا مصير كل واحد مع بشار يعني كل واحد مع بشار يهيئ حاله للدبح للدبح والله يغل نتبحكوا دبح ذات المحطة قدمت بتاريخ 21 من الشهر السادس 2013 خبرا تروي فيه معاناة من تبقى من سكان مخيم حندرات وافتقادهم لأدنى مستويات العيش الكريم كما قالت وكيف أن الدولة تحاصر المخيم وأن قناصي الجيش السوري يستهدفون أي شيء يتحرك فيه مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين في حلب كان يسكنه أكثر من خمسة عشر ألف لاجئ فلسطيني إلى جانب نحو خمسة ألاف مواطن سوري لكن لم يبقى في المخيم سوى عدد قليل من العائلات التي تعاني ظروفا معيشية قاسية لا يبعد بيت الحاج أبو محمود سوى عدة مئات من الأمتار عن مستشفى الكندي يرفض اليوم أن يهجر مرة ثانية وإن بقي وحيدا يعتصره الألم على فراق الأحبة والأبناء أفكر برمضان هذا شو بدي أعمل لا تنويه المحطة إن كان أكثر ما يؤلم العجوز هو وجود الجيش السوري أم وجود مسلحين يحاربونه والحرب تأتي بفقر وتشرد ولا يظهر في التقرير إن كان العجوز عالما أصلا أنه يدلي بكلامه لهذه المحطة دون غيرها بما يظهر الجيش السوري دون غيره بأنه سبب بؤسه الوحيد في وقت تم فيه تجاهل أن احتجاز خمسين ممن سموا بالشبيحة تم التهديد بذبحهم كان في ذات الوقت الذي حكي فيه عن سيطرة المعارضة المسلحة على مخيم حندرات وهو الذي سبق حديثا آخر عن تهجير معظم أهله ولم يتم الاستنتاج بالتالي لفكرة أن سوء حال المخيم جاء بعد دخول عناصر المعارضة المسلحة لا غيرهم ولا يمكنك أن تتابع على ذات المحطة أو غيرها مقطعا يظهر موقفا مباشرا بين عجوز مشابه وجنودا من الجيش السوري وقد حمله أحدهم ليخرجه من شارع في حلب ذاتها يشهد مواجهة مباشرة في حين أتت قذيفة من الطرف المعادي تستهدف المسن وفيما فواصل المحطة ذاتها تتبنى قضايا الإنسان تخرج من حسابات الأنسنة العجوز السابق